الآن هنتكلم عن الموضوع اللي هو قابلية الاشتقاق نحن الاشتقاق أحياناً بيكون غير موجود زي النهاية زي الاقتران نفسه ممكن يكون غير موجود عند نقطة مثلاً النهاية مليا مليا سوى النهاية مليا صرف أو غير موجود فنحن أول إشي بنعمله عشان نعرف هل المشتقة موجودة عند نقطة أو لا نشوف الاتصال إذا كان الاقتران غير متصل فهو أصلاً غير قابل الاشتقاق أما إذا كان متصل باجي بدي أختبر المشتقة بوجد المشتقة عن يمين النقطة والمشتقة عن شمالها إذا تساون فالاقتران مشتقته موجودة غير ذلك فهو غير موجود نجرب نحل المثال عندنا الاقتران FFX نساوي واقتران متشاعب X تربيع زائد 1 X أقل من صفر 2X تربيع زائد 3 X زائد 1 X أكبر أو يساوي صفر اول اشي بدي أبحث هل الاقتران متصل ام منش متصل عشان نعرف في الاقتران متصل او لا اول اشي بدي ا مشوف نهايته من اليمين ونهايته من اليسار ومثلات ثلاثة موجوداتAR واكبر أن كنا يحصل على نهايةフختار متصل اول اشي يريد الصفر والذي كله مع نهاية اليسار النهاية اليسار limit F و fix X رايح للصفر من اليسار هل بتساوي limit X رايح للصفر من اليمين F و fix هل تساوي F للصفر من اليسار 1 من اليمين 1 والصورة برضو 1 فالاقتراب متصل إذن باشتقه عشان أعرف هل هو قابل للاشتقاق F prime of X equal to X X أقل من صفر 4 X 4X زائد 3 X أكبر من صفر بشيلي المساواة أر بهمنيش النقطة بهمنيش الصورة بهمني المشتقة من اليمين هل تساوي المشتقة من اليسار من الصفر مشتقة من اليمين تساوي ثلاث والمشتقة من اليسار تساوي صفر فهن غير متساويات فهو does not exist هسا أنا بدي أجي أساوي سؤال بحكي عن التطبيقات عن هذا الموضوع اللي هو يجيب لي سؤال مجاهي يعطيني أكبر مجهول وأنا من معرفتي لقابلية الاشتقاق والمعلومات اللي بقدر أستخلصها من هاي من هذا الإشي بقدر أطلع معادلات تحليلي تحليلي معادلات فيها مجهول مثلا لو قل لي f of x equal a x تكايد زائد 2b x أقل من 1 3b x تربيع زائد 5 x أكبر أو يساوي قل لي أنه الاختران differentiable عند الواحد find a and b مع أنه قابل الاشتقاق ضمنيا هو أصلا متصل مع أنه متصل بدي عوض من اليمين ومن اليسار وساوي النهاتين من اليمين ويسار فهيساوي معا فعندي a زائد 2b وساوي 3b زائد 5 وهي المعادلة الأولى هو قابل للاشتقاق فبدأ اشتقه 3a x تربيع x أقل من 1 3 أو 6 6b x x أكبر من 1 المشتقم اليمين تساوي المشتقم اليسار فبعوض وبساوي هنا بعوض فثلاثة a تساوي 6b b تساوي 2b تساوي a هبعدل a فوق هيطلع عندي b يساوي 5 وعندي a يساوي 10 مثلاً لو قلي بشكل أو بآخر ما أعطاني شي الاقترام متشعب أعطاني قيمة المطلقة مثلاً ffx يساوي x ناقص 1 قيمة المطلقة بدأ حوله بدأ حوله الاقترام متشعب عشان أعرف قابليته للاشتقاق x ناقص 1 طبعاً بختبر على جنب هاي عند الواحد عند الواحد هو من اليمين موجب من اليصاص سأخذ القيم الموجبة عند أكبر من واحد ثم سوا عندها أو أي مكان محطم سوا x ناقص 1 بره سالب عند x أقل من واحد ثم بكمله على شكل اقترام متشعب على إنه شكله اقترام متشعب وبوجد قابليته للاشتقاق